ازايك يا شباب؟ النهاردة هكلمكم عن انواع الاشرار في عالم السينما عشان لو انت متوحد زي وقررت تقبى الجوكر ولا حاجة تقبى فاهم بتعمل ايه؟ الفيديو ده هيكون سريع ان شاء الله وفي نفس الوقت انا مش عايزه يقع فبس تأذنك من دلوقتي اهو انك ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقة وحابب المحتوى ويلا بينا اول نوع معنا هو الانتي فلان او الشرير المضاد الانتي فلان ده شخص شرير انت عارف انه شرير وبيعمل حاجات بشعة بس في نفس الوقت مكتوب بطريقة تخلي الواحد يتعاطف معاه ويحبه قريب جدا من البطل ونوعا ما عنده مبادئ مش بيأذي من غير سبب وغالبا مؤمن ان الغاية تبرر الوسيلة او بمعنى صح انه مستعد يعمل اي حاجة عشان يوصل لاهدافه وده بيخليك تقرب منه كمشاهد وتتعاطف معاه واحيانا كتير قوي تكون بتشجعه اكتر من البطل امثلة على الشرير ده ثانوس في فيلم انفينيتي وور تاني نوع معنا هو the authority figure او الشخص اللي معاه سلطة ده شرير ببساطة معاه سلطة وبيفرض القانون غالبا بيظهر في افلام الدراما والكوميدي احيانا بيكون خبيث وبيعمل البطل وحش بس برضو ما نقدرش نوصفه بالشرير لاننا كبشر بنحب التمرد فقالوبنا بتقبع مع البطل لدرجة اننا بنعتبر اي حد معاه سلطة شرير ممكن يكون الزابط عايز يقبض على بطلنا المجرم او مدرس مش عاجبه اللي بطلنا بيعمله وبيعاجبه وممكن يكون شرير بجد معاه سلطة على حسب القصة امثلة على الشرير ده المدير روني في فيلم various pillars day off والعميد heart man في فيلم fall metal jacket تالت نوع معانا هو the beast الوحش ده شرير حرفيا اللي بيوجهه غرسته مالوش قصة مالوش اهداف مجرد وحش بيخلق فوضى وبيدمر كل حاجة في طريقه وبيقتل بدون ندم الوحش في السينما بيقبى غالبا بشري تحول لوحش زي مستزئب كده او vampire او ممكن يكون وحش فعلا زي جوتزيلة في فيلم جوتزيلة او الديناسورات في فيلم جيريس كوالد او حوت في فيلم موبي ديك او ارش في فيلم جوز رابع نوع معانا هو الزبولي المتنمر مش محتاج شرح كتير ده المتنمر مش شرير بالكامل هو بيستهدف البطل في القصة وده لان البطل اضعف منه ده غير انه بيمر باسباب نفسية او طريق التربية حولته الشرير بافكار متشددة بيحب يقذي البطل طول الوقت المتنمر شرير حقير بيستخدموه في افلام الدراما والكوميدي بيساهم دايما في انه يخلي البطل اقوى امثلة على الشرير ده فيتشر في فيلم ويبلاش بيف تنن في فيلم باك تو زا فيوتشر وجوني لارنس في فيلم كاراتيكد او شوف مسلسل سيرتين ريزونس واي هتلاقي مليان متنمرين حرفيا خامس نوع هو زا كورابتد او الفاسد دول اشرار في الاصل كانوا طيبين بس السلطة او الفلوس عامتهم وحولتهم للشكل اللي هم فيه اروحهم فسدت وما بقاش يفرق معهم حد اشرار زي مايكل كوليوني في سلسلة جود فاظر اولونزو هاريس في فيلم ترينينج داي لتل بيل داجت في فيلم انفورجيفن سادس نوع هو زا كرامينال او المجرم الشرير ده مفضل جدا في افلام المافيا الايطالية والعصابات مجرد مجرم احيانا بيكون انتي فلان بس في النهاية هو مجرد واحد اتقلم على حياة الاجرام واعتنقها وبقى جزء منها فما بقاش فارق معاه ايه الصح وايه الغلط هو عايز يعيش الحياة دي ومش يعرف يتغير مهما عمل امثلة على الاشرار دول توني في فيلم سكار فيس فرانك لوكاس في فيلم امريكان جانجستر كل ابطال فيلم كازينو تقريبا وجود فلس سابع نوع هو زا دستوربت او المضطرب اشرار بيحبوا يستخدموهم في افلام الرعب قوي شرير مريض نفسيا حرفيا مش عارف يفرق ما بين الواقع والخيال الخير والشر فبقى زي الحيوان بيجري ورا غرسته او بيأذي اللي قدامه وهو مش مدرك انه بيأذيه ومش فارق معاه لان كده كده دماغه متركبة على اوهامه اللي مش عارف يتخلص منها وغالبا وصل للمرحلة دي من معاملة الناس لي او تعذيبه وهو صغير من اهله فبقى منبوذ وقاطم وموهوم امثلة على الاشرار دول كريشان بيل في فيلم امريكان سايكو نورمان بايتس في فيلم سايكو اني ويلكس في فيلم ميزري خواكين فينيكس في فيلم جوكر تمانية المتساوي ده باختصار شرير بيمتلك نفسه قدرات البطل نفسه قوته ومهارته وذكاؤه وهيئته الفرق الوحيب بينهم ان الاتنين افكارهم مختلفة وبصلة اخلاقهم بتعترض الاتنين ادمغتهم مختلفة امثلة على الشرير ده الجنرال زود في فيلم مانو في ستيل لما كان بيحارب سوبرمان نيل ماكالوري او الباتشينو في فيلم هيت تسعة فيميل فيتل المرأة القاتلة ولان البنات عندهم سلاح قوي جدا مش عند الرجالة فبقوا يستخدموهم في افلامهم كتير سلاحهم هو خبثهم وقدرتهم على الاغراء انها بتقدر تحسس الراجل بالامان وبتقتله او بتخليه نفذ اللي هي عايزة منه بيحبوا يستخدموهم في افلام الرعب والجريمة وافلام الجاسوسية امثلة على الشرير ده في فيلم فاتل اتراكشن في فيلم اول ابوف ايف في فيلم الغريزة الفائقة ده شرير من الدرجة التانية زي ما بيقولوا عليه كده عبد المأمور بيشتغل عند شرير تاني وبينفذ اوامره بس شرير ملوش ابعاد تهتم بيها او تتعاطف معاها لان في اغلب الافلام مش كلها هو مجرد نكرة عقبه في طريق البطل عشان يوصل للشرير الرئيسي امثلة عن الشرير ده مستر جاشوا في فيلم ليثال ويبن كلارنس في فيلم روبو كوب ايجانت سميس في فيلم ماتريكس بس ده دوره كان كبير فاهتميت بيه وقصته مع البطل شدتك اكتر من الشرير الرئيسي للفيلم اللي هم الالات حداشر زماشين الالة ده باين برضو من عنوانه الالة من غير روح مبرمجة ان هتطارد البطل وتقتله ملوش قصة او ابعاد والكتاب بيجردوه بالكامل من المشاعر او من اي حبكة او تطور يخليك تتعاطف معاه لانه الالة لازم تشوفه كتهديد او خطر بس يكون تركيزك كله مع البطل ورحلته مش مع الالة دي امثلة عن الشرير ده ترميناتر في فيلم ترميناتر روي باتي في فيلم بلايد رانر النوع اللي اقناشر هو العقل المدبر ده شرير زكي جدا بيدير العالم كله خلف الكواليس بيحط البطل في ازمات وظروف صعبة وقصية جدا من غير ما يعرفه هو مين هو بيتحكم في كل حاجة من الظل الراس الكبيرة اللي غالبا مش طول الوقت مش بيظهر طول الفيلم غير في النهاية والبطل بيكشفه وبيهزمه بس انت كمشاهب بتحس بهبته وتأثيره من اللي بيعمله في البطل طول احداث الفيلم امثلة عن الشرير ده الشرير في سلسلة اجزاء جيمس بونت بطول دانيال كريج لكس لوسر في فيلم سوبرمان دكتور ايفل في سلسلة اوستن باور او الطبيعة افلام نهاية العالم دول مش اشرار مجرد كوارث طبيعية بتحصل للارض وبتدمرها بالكامل والبطل غالبا بيبطول الفيلم بيحاول يهرب وينجو منها هو وعيلته واصحابه امثل على ده الجليد في فيلم تايتانيك الهوى في فيلم زهابنينج العاصفة في فيلم بيرفكت ستورم وافلام نهاية العالم بشكل عام زي فيلم 2012 النوع الاربعتاشر وده نوع مفضل بالنسبالي The Personification of Evil او تكسيد الشر دول حرفيا اشرار من اجل الشر بس البعب والكبير ما عندهمش دوافع اخلاقية واغلب الوقت ما عندهمش جانب طيب تتعاطف معاه بس احيانا كده بيقدروا يكسبوا قلبك بكاريزمتهم ومدى شرهم وسيطرتهم على كل حاجة بيخلوك تنبهر من افعالهم مش تقرف منهم امثلة على الاشرار دي كونت دراكولا في فيلم دراكولا هي سلجر الجوكر في فيلم دارك نايت سارون في فيلم لورد اوف زرينجس النوع الخمستاشر هو زا سوبر ناتشرال او الاليانز الخوارق الطبيعية او الفضائيين مش محتاجة شرح دي فهديك امثلة على طول الفضائيين في فيلم اندبندنس داي الاشباح او الشياطين في سلسلة افلام كونجرينج الاشباح في سلسلة افلام فريدي كوجر في فيلم نايت مير اوف الم ستريتز النوع الستاشر هو افلام السلاشر اشرار افلام الرعب اللي بتعتمد حرفيا على قاتل مقنع بيطارد الابطال وبيقتلهم واحد ورد تاني القاتل دهويته مش معروفة قوي ومش مهم تعرفها لانها مش مؤثرة في الاحداث هو زي الالة هدفه الدم بس وغالبا بيكون راجل عملاق قوي جدا واغلب الفيلم مش بينطق كلمة عشان ينزوا منه انسانيته وما يبقاش غير الوحش جواه امثلة على الشرير ده الشرير في سلسلة افلام سكريم شرير فيلم مجزارة تاكساس مايكل مايرز في سلسلة افلام الهالوين كاندي مان في اول جزئين من الفيلم جيسون في فيلم سلسلة افلام فرايدي بس كده معلم دول اغلب انواع الاشرار في السينما اختار النوع المفضل بالنسبة لك وقولهولي في الكومنتات انا عن نفسي بحب الانتي فلان والمضطرب اكتر بحس بالتعاطف معاهم واحيانا الشرير ده بيغير وجهة نظري عنه لو مكتوب كويس بس كده معلم حابا بغصيك بسرعة تدوس لايك لان اللايك بيساعد وبينشر الفيديو اكتر وخايف الفيديو ده يقع بجد فلو الفيديو عجبك ما تبخلش علي باللايك وما تنساش تعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة واتفعل جرس التنبيئات لو حبيت الحلقة وحابب المحتوى وبيس